موسيقى الرئيس يحذر من حرب أهلية ومعارضوه يتهمونه بتسليم العاصمة للحثيين صنعاء لن تسقط وما حدث مؤامرة أعدت في الخارج يقول الرئيس اليمن بعد اتفاق الشراكة ليس اليمن قبله يردد كثيرون فما تفسير ذلك وما هي دلالاته اتفاق يجسد بزوغ قوى وأفول أخرى على الخريطة اليمنية سياسيا وقبليا وجهوية فهل يضمن ذلك وقف نزيف الدم اتفاق الأمر الواقع وصف أطلقه البعض فهل يرضى اليمنيون بالواقع الجديد دول الجوار يبدو أنها آثرت أن تلعب دور المتفرج ولو إلى حين فما هي التداعيات هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي أنا راني العطار أرحب بكم وبضيوفي الكرام من صنع الدكتور رياض ياسين عضو لجنة الحوار الوطني اليمني كما أرحب بضيفي في الأستوديو هنا صالح الجبواني الدبلوماسي اليمني السابق والمنسق العام للحركة الوطنية الجنوبية كما أرحب أيضا بالأساذ سمير الشيباني الصحفي والمحلل السياسي اليمني ولكن مشاهدينا قبل أن نبدأ الحوار نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس أراء بعض السياسيين والمواطنين في اليمن إزاء التطورات الأخيرة نتحمل المسؤولية في وقف طلاق النار والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنوط العمل على تنفيذ ما ورد فيها لكون مسؤولين مرة واحدة أمام شعبنا هذا الاتفاق هو مبني على المشاورات التي استارقت مدة طويل وبنت على عدد من المبادرات سواء من أشخاص أو من أحزاب سياسية الاتفاق تم بين كل المكونات السياسية ومن ضمنهم أنصار الله ننظر الله بإيجابيه إذا ما تم الوفاء من قبل كل الأطراف والحن نثقه أن هناك أطراف سياسية كثيرة قدمت تنازلات كبيرة وتسعى وكل هذا الأقل الخروج بالبلاد إلى بر الأمان والآن الحمل الأكبر على أنصار الله أن يبدأوا بتنفيذ هذا في الحقيقة الوصول إلى هذا الاتفاق هو بحد ذاته لا أسميه انتصارا وإنما حلا مؤكدا على الأقل لإشراك هذه الفئة المسلحة في العمل السياسي برأي كثائر أن هذا الاتفاق يعتبر بداية لمرحلة من الاستجابة لمطالب الثوار التي تمثلت في إسكاطة الجرعة وإسكاطة الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار وينقص هذا الاتفاق ضرورة محاكمة القتلى الذين كتلوا المتظاهرين أمام مجلس الوزراء وكذلك الاعتذار الأسر الشهداء والله أنا أشوف أنه أتى في الوقت المناسب لأننا عيشنا في فترة أسبوع كانت مبنية على الحزن والتعب والأعصاب لكن أنا أشوف أنها جاءت في الوقت المناسبة صراحة فوقفت نزيف الدم وقعلتنا أرتحنا نفسيا لأننا طبعا جلسنا في بيوتنا مرعوبين لا أستطيع أن أقول أنه سيوقف النزيف إلى ذلك الحد الذي توقعه كل اليمنيين على الصحة أنا كيمني أتمنى إن شاء الله حتى ولو كانت من سطر واحد وثيقة أن توقف الدم ولكن لو أتيت بخمسة مجلدات ولا يلتزم واحد من الأطراف الفاعلة على الصحة فأنا أعتقد أنها ستكون حبر على ورق النقاط الأمنية لا تبشر على أن هناك اتفاق يدعو إلى السلم أبدا على الإطلاق لا أشعر أنا كمواطنة عادية بالنسبة لي قبل أن يشعر فيه القائد الكبير في قيادته العامة العليا لا أحس أنا كمواطنة بأن هناك ما يتم من اتفاق أنه يطبق على الأرض وإن كان الاتفاق كما هو موجود في الأوراق اتفاق جميل الانتقادات قد تكون من هنا أو من هناك لكن لا بد أن تكون الانتقادات الداخلية من أجل البناء على المستوى الداخلي لكن إذا كانت الانتقادات من الخارج نحن قد نتمناها في الداخل من صرحة معنا دكتور رياض ياسين وأبدأ معك في السؤال يعني الرئيس اليمن يتحدث عن مؤامرة بينما الحوثي يقول أنه سيواجه من سيقفون بواجه هذا الاتفاق هل هذا مؤشر على أن هذا الاتفاق صلب؟ في الحقيقة الاتفاق يعني اتفاق واقعي مبني على حيثيات ما حصل في الأرض خلال الأسابيع الماضية بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني لو رأينا كل بند من بنود هذا الاتفاق لكان واضحا أنه مبني على أساس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولكن بشكل أكثر استعقالا أكثر تطبيقا أكثر حيوية من ذي قبل أعتقد أن هذا الاتفاق هو اتفاق سلم حتى تثبيت مبدأ السلم أن لا يكون مبدأ الحرب هو الأساس الذي تلقى إليه أحد الأطراف كيف ذلك ويعني هو نفذ هذا الاتفاق أو تبقه بما وصف بالسلاح يعني الحوثيون استخدموا القوة للدخول العاصمة وإرغام وما يعني وصف بأنه يشبه الإرغام إرغام الرئيس عبد الربو منصور هادي على التوقيع على هذا الاتفاق لا هي تشابكات الموقف اليمني وتعقيداته تؤدي مرة أخرى إلى أن هناك تطورات قد لا تحسب في الحقيقة كما تدركين أن الوضع في اليمن هناك من يريد أن يفقر اليمن من الداخل باستخدام حصان طروادة ويستغل هذه الفرص للعودة إلى الوراء إلى ما سبق هذه الحقيقة لا زالت موجودة لكن الرئيس أثبت اليوم مرة أخرى من تقصد بأن الذي يريد أن يعيد الأمور إلى ما سبق؟ أعتقد كثير من الذين حكموا في النظام السابق ما قبل 2011 أولئك يريدون العودة حفاظا على مصالحهم واستمراريتهم في الحكم هذا وضع لا زال قائم في كل الوطن العربي كما تعرفين هذه أمر أصبح واضحا والجميع يدرك ماذا يريد هؤلاء الذين يحاولون قلب القاولة من هنا أذهب إلى الأستاذ الجبواني سيد الجبواني هل اليوم ما نشهده في اليمن هو ثورة مضادة انقلابا كما جاء أم أنه اتفاق ولكنه حدث بالإرغام؟ أولا أشكرك على الإضافة أستاذ رانيا الأتفاق هو صوري أما القوة الحقيقية الحاكمة اليوم على الأرض ليس عبد ربما منصور هادي ولا الأحزاب الأخرى الموجودة الحاكم الحقيقي على الأرض هو أنصار الله اليوم الحوثيين بس دعيني أنا أعرج على ما حصل من وجهة نظرنا نحن في الجنوب بكلمتين نحن نرى أن الأمر الذي حصل له جانبين جانب إيجابي وهو يتمثل في إزاحة الجناح العسكري والقبلي والإرهابي الذي كان ماسك في جسم الدولة هذا سقط بسقوط عائلة الأحمر بسقوط علي محسن الأحمر بسقوط حزب الإصلاح عمليا لكن من ناحية أخرى نترقب ما حصل بحذر لأن الحوثي لم يفصح عن أهدافه تجاه الجنوب والقضية الجنوبية بشكل واضح هو جاب كلام عام لكن لا يفسر ما سيفعلونه في المستقبل القريب الجانب الثاني ما يقال عن تحالفه مع عفاش مع علي عبد الله الصالح إذا كان هذا التحالف حقيقي فهذا سينخر الثورة من داخل أنه علي عبد الله الصالح والحزب المؤتمر ساهموا بشكل كبير في تدمير البلاد المدة 30 سنة يعني هم فاسدين وهذا أمر راضح إذا تحالف الحوثي مع الفاسدين أيش تعني الثورة طيب السيد سمير التحديات التي تواجه اليمن داخليا اليوم ببزوغ قوى الحوثيين طبعا ومن يناصرهم على صعيد أو على حساب أحزاب أخرى تقليدية كحزب الإصلاح طبعا واجهات أخرى تعتبر نفسها همشت بالتوقيع على هذا الاتفاق هو في الحقيقة ما حدث والاتفاق نتيجة طبيعية لمقدمات غير طبيعية حصلت منذ 2011 منذ قيام الثورة وتدام بتوقيع اتفاقيات مجلس تعامل الخليجي وبعد كذا تشكيل حكومة الوفاق الوطني والإخفاق الذي تلا إخفاق تلا إخفاق والضعف الذي تلا ضعف تلا ضعف أدى إلى هذه النتيجة أنا أود أن أشير إلى مسألة واحدة أولا لا يمتلك طرف واحد أن يتحدث بس من القنوب باعتباره الجنوبي لوحده لأننا الثلاثة الموجودين في البرنامج كلنا من أبناء القنوب اثنين الأخ رياض في برنامج على البي بي سي قبل يومين قال أن هذا انقلاب اليوم يصبره بتصوير آخر أنا في الحقة أريد أن أصيغ رؤية واضحة تساعد على الخروج من المأزع تضع كل المحادير أمام عيون الناس ما حصل هو نتيجة طبيعية للفشل السياسي الذي حصل خلال الفترة الماضية هو نتيجة طبيعية لإهدار فرصة الحوار الوطني الذي كان ينبغي أن تخرج بنتائج تؤدي إلى حالة وفاقية قلت منذ اللحظة الأولى التي شكل فيها خوام المؤتمر الحوار الوطني أن المؤتمر الحوار الوطني على تلك الشاكلة سيؤدي وهذا مسجل عندكم سيؤدي إلى مزيد من تقسيم الشمال والقنوب معا وهذا ما حدث الجنوب الآن أكثر تقسما أكثر انقساما على بعضه الشمال أكثر انقساما على بعضه هذه النقطة أريد أن تتبع لدكتور رياض لأخذ وجهة نظره دكتور رياضي عندما نتحدث اليوم عن اتفاق الهدف منه هو تهدئة الوضع الأمني تهدئة الوضع السياسي ولكننا نواجه واضحة تحدي حقيقة من محدد اليمن خاصة وأن القوى الجنوبية تعتبر بأن ما حدث في اليمن ممكن أن يستنسق في الجنوب وبالقوى أيضا المدن الجنوبية يمكن أن تعود إلى الحراك الجنوبي والدعوة للانفصال أولا كلام بالنسبة لموضوع هذا في العمل السياسي يجب دائما نتقاوز الماضي وما حصل نحن الآن بصدد حل المشكلة الحالية ثم أن القميع يدرك كما ذكر الأخ سمير أن القضية الجنوبية قضية عادلة ولكن للأسف الشديد طوال تاريخها الماضي تولها محامون فاشلون وقاد سياسيون وصلوها إلى هذا المستوى وقضية صعبة تحولت إلى القضية الرئيسية بسبب قدرة القيادة أنصار الله على أن تضعها على الطاولة باستمرار هذه المسألة يجب نحن أن نتقاوزها الآن ونركز على ماذا نريد في المستقبل نريد في الوضع الحالي أن تستقر الأمور في داخل اليمن أن يبدأ تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي اتفق عليها جميع اليمنين شماليين وقنوبيين وتمت تحت الرعاية الدولية هذه الأمور يجب أن تثبت الآن على الأرض أن يعطى الرئيس عبد الرب منصور مساحة للتحرك مساحة لتثبيت الوقاع الحقيقية التي يمكن البناء عليها تثبيت وضع اقتصادي معين تثبيت الأمن والاستقرار حتى يمكن بعدها إيقاد الحلول العادلة كيف ذلك الرئيس تحدث عن استعادة حيبة الدولة اليوم ويعني وسط غياب لأي مظاهر من مظاهر قوى الأمن الوطنية إذا كانت الجيش أو قوات الأمن يسيطر الآن نقاط تفتش كلها ترعى من قبل الحوثين كيف يمكن أن تكون هيبة الدولة تستعاد من قبل هذه هيبة الدولة ستستعاد في وقت سريع جدا لكنها ليست عملية سحرية نتيجة للضعف العام في مقومات الدولة الموجودة هذا شيء لا يخفى على أحد لكن في الحقيقة أن الرئيس تقنب كثير من الأمور التي كانت يمكن أن تحصل وحصلت في مناطق كثيرة مثل ليبيا أو العراق أو مناطق أخرى لا داعي لتكرار الموضوع الحقيقة الآن نحن استوعبنا مسألة دخول الحوثين أنا لا أنكر أنه أشبه بالطريقة الإنقلابية أو بأنه إنقلاب لكن هذا الإنقلاب أحبط هذا الإنقلاب فشل وتم استيعاب الموضوع بشكل ذكي وبشكل مهني وتم الاتفاق في وقت قياسي كثير من الدول لا زالت تعاني من انتشار الماليشيات والقتال في الشوارع وانهيار كامل نريد أن نأخذ رأي من أستاذ صالح جبوالي أستاذ صالح جبوالي السيناريوهات الآن المحتملة للوضع السياسي للحوثيين هناك من يتحدث بأنهم سيصبحون نسخة أخرى من حزب الله في لبنان وهناك من يقول بأنهم سيصبحون شريكا حقيقيا في الحكومة المقبلة هو الوضع في اليمن وضع معقد وإلى حد ما يختلف عن لبنان في أوجه كثيرة أنا أظن أن الحوثي عمليا الآن هو السلطة الحقيقية على الأرض أستقر بالأخ الدكتور رياض يقول الانقلاب فشل هو عمليا ليس انقلاب بدأوا في دماج ثم انتقلوا إلى عمران ثم انتقلوا إلى الصنعة يعني يمشوا حتى وصلوا إلى الصنعة لم يجدوا أي مقاومة وصلوا إلى الصنعة وفرضوا الأمر الواقع عن أي حوار وطني يتحدث وعن أي كلام يتحدث الأمر الآن مفروض بقوة أنصار الله نحن نعتقد أن أنصار الله سيحكم اليمن هذا شيء أكيد كيف سيحكم اليمن هم الآن حكام لكن الصيقة التي سيخرج بها هذا الحكم ربما تكون باستمرار عبد الرب منصور هذه الفترة قادمة معينة حتى تحين الانتقابات ويتم استبدالها بشخص آخر لكن المهم أن القرار السياسي سيكون بيدهم هذا من اللحظة هذه وهو بيدهم عملية تجميل الوضع في اليمن أو أنه نحن موجودين عبد الرب منصور هذه الله يحفظه اليوم يقول صنعة لم تسقط يعني عمليا وكأن المسألة يعني كأن الناس بلعقول نحن نظن أن الحاكم الفعلي هو الحوثي اليوم نحن ننتظر ردات فعل الحوثي نفسه وما سيفعل الحوثي أمام هذا الواقع سيد سمير يعني القوة التي همشت في هذا يعني لو تحدثت عن حزب الإصلاح وأن وافق فصيل منه يعني على هذا الاتفاق ولكن بقيت قوة أخرى يعني استهدفت حتى في جامعة الإيمان وفيها شرق المدرع الأولى وطبعا آل الأحمر هؤلاء كيف سيكون ردات فعلهم في العقب وجهة ضربة عنيفة جدا للثيار الإسلاموي في اليمن بانتصار حركة تنصار الله عليهم وهذا بالتأكيد سيؤدي بهم إلى حالة شبيهة بحالة الاهتزاز الذي أصابت الحزب الاشتراكي اليمني بعد حرب 94 كقوة سياسية عريقة الحزب الاشتراكي كان مؤسس وماكن في الأرض لكن هزت 94 أدت إلى خلقلة أركانو كثيرا وضربته ضربة لم يستطع أن يتعاف منها حتى الآن أعتقد نفس الحال سيستمر مع الإصلاح لوقت طويل لا سيما أن الإصلاح بدأ ينفقر انفجار نووي داخلي الآن بدأت الطوائف المختلفة التي شكلت الإصلاح تعود إلى مواقعها العصبوية القديمة نجد أن فيار السادة مثلا بدأ يبدو أكثر قبول أو أكثر مقبولية للتعامل مع الحوثيين فيار الإصلاح فيار الأخوان المسلمين السياسي بدأت تنصل من الموقف السلفي والموقف القبلي في الإصلاح بدأنا نحس بأن هناك خلقلة حقيقية حصلت داخل هذا النمر الذي كان يبدو نمرا عظيما لكنه تضع أنه نمر من ورق نمر من ورق أنا أود الإشارة إلى فقط مسألة واحدة بسيطة الحقا إما أن نتحدث كضاربي رمل أو كعارفين وإما أن نتحدث كمحللين ونحاول أن نضع كل الاحتمالات على الطاولة ولا نسقط أي احتمال أن نقول أن الأمر سيقول بالكامل ليد الحوثيين المسألة لازالت حتى الآن ضبابية وغير واضحة هل سيتصرف الحوثيين باعتبارهم مركز قوة يريد أن يعيد سيطرة السيطرة على الوضع السياسي على أساس طائفي زيدي هل طبيعة التحالف القائمة الآن بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح قائمة على أساس أن هناك تقارب زيدي لتوحيد صف ثأري هو في الحقيقة كان منشق ثأريا على نفسه يعني كثير من الناس يقولوا أن موقف الحوثيون من علي محسن كان موقف ثأري موقفهم من أولاد الشيخ الأحمر موقف ثأري لماذا هذا الموقف الثأري لما يتقسد بنفس الطريقة من علي عبد الله صالح لماذا ظهرت حالة التحالف التي لم ينكرها حتى قيادات الأوثيين اليوم مع علي عبد الله صالح في هذا الوقت هذا يؤدي إلى الاستشعار بخطر إعادة استفاف الثقل الزيدي مقددا لبسط السيطرة على اليمن مقابل إعادة استفاف الثقل بسط السيطرة على اليمن مقابل مسألة مهمة تفكك الثيارات الأخرى وتفكك الاتقاة بلدات الجنوبي أو الشافي هل فعلا الاستفاف الزيدي الحوثي الذي يتحدث عنه هنا أستاذ سمير دكتور رياض يعني هذا كيف سيولد ردة فال عند القوى الفكرية المعادية للتيار الحوثي بمعنى أن صار الشريعة القاعدة الآن ربما لا يعجبها أن تصبح اليمن أو صنعاء محكومة بطريقة أو بأخرى من فكر هي تعتبره أديولوجيا ندا لها الآن طبعا الحوثي أو الأنصار الله دخلوا ضمن طار العملية السياسية وتوقيعهم على اتفاق السلم والشراكة دليل آخر على أنهم سينخرطون في إطار العملية السياسية هذا توقع إيجابي يجب تشقيعه لا يجب أن نبني الأمور على فرضيات وعلى مسائل قد لا تحصل في مستقبل إذا كانوا رفضوا هذا الاتفاق أو لم يصروا على عدم الرضوخ لمضلة الدولة بغض النظر عن ضعف الدولة لكن الاتفاق في الحقيقة تم لم يوقعوا على الملحق الأمن حتى الآن لا 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 هما وقعوا على مقمل الاتفاق وهذا التزام منهم والبند الأول في الاتفاق حتى كما شرحوا الأستاذ قمال بن عمر ينص على أن تستعيد الدولة كل الأماكن التي استولى عليها أو احتلها الأخوة أنصار الله حتى في مناطق عمران وصعدة وما شابه ذلك فكل السبعة عشر بند تؤكد على عودة الأمور إلى سيطرة الدولة أن تعود هيبة الدولة الحقيقية قد يكون الأخوة الحوثين ارتكبوا خطأا في عملية التمادي في الدخول إلى بعض الأماكن لكنهم تجاوزوا في الوقت الحاضر أخرج السلاح المؤسسات التي دخلوها الأشهود يتحدثون عن أنهم أخرجوا السلاح إلى خارج إلى مناطق مجهولة بمعنى أنه بقيت عاصمة مفرغة بالأحرى من الأسلحة ومن العتاد إذا أراد أي عدو أو أي محتل يدخل العاصمة لا يجد قوة الجيش متماسكا للوقوف بوجهه مشكلات اليمنين دائما أنهم أعداء أنفسهم في الوقت الحاضر لم تكن هناك إحصائية حقيقية لما تم السحب من السلاح بالإضافة إلى أن الأسلحة التي تتكلمين عليها معظمها كانت قد أخفيت في مناطق متعددة من داخل اليمن في خلال الفترة الانتقالية من بعض الضباط ومن بعض الموالين للرئيس السابق والحوثيين قاءوا يكملوا البقية الباقية الآن نتكلم عن الوضع الحالي نحن رأيين أن نتقاوز أن يعود المسألة أن يعود الجنوب إلى المشهد السياسي وهذه الاتفاقية أكد هذا المبدأ الأساسي هل تعطقت أن الجنوب سيعود إلى المشهد السياسي أم أنه بالعكس سيتحرك بتحرك مختلف عن التوقعات بس ملاحظة بسيطة على الدكتور ياسين هو يقول أنه يبدو أن مشكلته والرئيس علي عبدالرب منصور هذي هو علي عبدالله صالح وليس الحوثيين أنه السلاح بتاع علي عبدالله صالح والأمر فيه قوى النظام السابق وما إلى ذلك نحن بنسبة لنا في الجنوب لا يهم ما نصنع يحكمها علي عبدالله صالح أو يحكمها عبد الملك الحوثي أو أي واحد آخر هذا خيارهم وهذه قوى تفرض نفسها على الأرض بقوة السلاح وليس لنا اعتراض على ذلك نحن فقط نراقب الأحداث على الخطوات التي سيتخذها هذا أو ذاك تجاه الجنوب عبد الملك الحوثي نحن بصراحة هنئهم على ما عملوه في صنعة بالنسبة للقوى التي احتلت الجنوب ودمرتها سنكمل الحوار عن اليمن ولكننا مشاهدين ومستمعين نذهب إلى فاصل قصير ولواصل الحوار في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أينما كنت يمكنك متابعة الحدث على هاتفك المحمول أينما كنت بي بي سي دائما معك أهلا بكم مشاهدين ومستمعين بي بي سي مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار عن التطورات الأخيرة في اليمن فيما يخص توقيع الاتفاق والعودة إلى أستاذ صالح الجوالي أستاذ صالح كنت تتحدث عن فهم الواقع اليمني الداخلي هناك نقطة قطعتك فيها فأتمنى أنتك منها نعم نحن بالنسبة لنا في الجنوب يهمنا ما سيفعل عبد الملك الحوثي أو توجهاته نحو حل القضية الجنوبية لأنه اليوم تكلم وقال أنه سيبقوا مع الجنوبيين حتى تحل قضيتهم حلا عادلا الحوثيون في الماضي قالوا نحن مع حق شعب الجنوب في تقرير مصيره إذا كانوا الحوثيون لازالوا على هذا الخيار الجنوبيون مستعدون أن يلاقوهم في منتصف الطريق على أساس أنه نعمل ترتيبات وفترة انتقالية حتى نصل إلى ما يهدف إلى شعب الجنوب في الحرية والاستقلال واستعادة دولته ونحن أخوة وسنبني شكل خاص من العلاقة فيما بيننا لكن الموضوع حتى الآن ضبابي ونحن نتمنى من عبد الملك الحوثي لأنه يبدو أن الشاب طيب وصادق ورجل كريم وعانى استحروب نحن نتمنى أن يتفهم الموضوع عنا باعتبارنا كلنا نكون نظلمين الضبابي ليس في داخل اليمن فقط ولكن ربما حتى في موقف الخارجي أيضا من اليمن نبدأ طبعا من الداخل اليمني ودكتور رياض مرة أخرى لك السؤال موجه بما يخص موقف الدول الخليجية والعربية الراعية للاتفاق اليمني بالصفة مباشرة والمتابعة له هناك صمت غريب كيف أنت تقرأ هذا الموقف ولماذا هذا الهدوء تجاه التصعيد الخطير الذي حدث في اليمن أولا طبعا الدولة الراعية كانت قد قدمت أكثر من مشورة قدمت بيانات الأمم المتحدة كان هناك أكثر من قرار المبعوث الأممي جمال بن عمر حاضر في اليمن ومساهمة كبيرة في هذا الاتفاق الحاصل هذه الأمور ليست في الحقيقة كما يظلوك وكل الدول أصدرت بيانات تؤيد الاتفاق السلم والشراكة الذي حصل أولت أمس في الحقيقة غير ما يرده بعض الإعلاميين في أن هناك صموت بالعكس أعتقد لو لا هذا الدعم الدولي للسلم في اليمن لما كانت الوضع بهذا الاستقرار النسبي حاليا والتي انزلقت اليمن إلى ما لا يحمد عقباه كبقية الدول الأخرى هنا نقطة فقط أريد أشير عليها بالنسبة نرغو أن نحن كيمنين جنوبيين أو شماليين أن لا نستقدي أحد لحل مشاكلنا نحن لم نطلب من من يستقوي اليوم أو أن يصل إلى مرحلة متقدمة من فرض موقع معين أن يكون للقضية القنوبية طلب استقداء أو طلب مساعدة أو نتحالف مع الصغار نحن نتعامل مع الجميع كقنوب وكشمال وكأنصار الله ومختلف المكونات السياسية بمبدأ الندية وهذا هو ما أكده الحوار الوطني الشامل لا يمكن للقنوبيين الآن أن ينظروا تلك النظرة الدونية لمكانتهم الحقيقية في أنهم يريدون المساعدة من أنصار الله لأنهم الآن حققوا هذا النصر المبين نعم موضوع حوارنا اليوم هو ليس فقط المسألة الجنوبية ولكنها أحدى المشاكل الداخلية التي قد تبزغ في مرحلة مراحل يمنى ولكن ذهبنا إلى الموقف الخارجي أستاذ سمير السعودية التي راعت هذه المبادرة منذ بدئها اليوم تتشهد اتفاقا جديدا يسعد فيه التيار الحوثي ولكنها على المستوى الرسمي ترحب بذلك بينما المثقفين السعوديين إذا تحدثنا عن الكتاب هم في حالة استغاثة من صعود هذا التيار الذي يعتبرون له شيعيا ذو توجه طائفي بالنهاية فيما يتعلق بهذه النقطة في التصوير هناك أربع محطات رئيسية لابد لقوف عندها وتحليلها تحليلا تفصيليا المحطة الأولى هي محطة لقاء وزير الخارجية السعودي بوزير الخارجية الإيراني محمد ضريفي قبل يومين في نيويورك على هامش لقاء الجمعية العامة هذه محطة في غاية الأهمية دارت فيها قضايا أضاد دار فيها نقاش لم يعرف حتى الآن تفصيله ولكن التكهنات مفتوحة على كل الاحتمالات أولا هذا اللقاء يأتي بعد أن تعقدت العلاقة السعودية الأمريكية بسبب تحسن العلاقة الأمريكية الإيرانية وهذا يعني أن هناك شيء يطبخ بين القوى النافدة في المنطقة وكأن هناك إقرار بأن عملاقين محليين هم السعودية وإيران عليهم أن يتفقوا ليحلوا قضايا التفاعلات في المنطقة المحطة الثانية وهي أيضا محطة مهمة تراسة تحليلية لخطاب الرئيس عبد الربو منصور الآن لأن أشر إلى هذه المسألة بشكل دقيق قال أن المجتمع الدولي لن يسكت على هذا المسألة الرئيس عبد الربو فيه خطابه بيّن أن هناك اتفاق أولي كان يتم ولكن تم الانقلاب من ينتظر التحرك الدولي؟ أعتقد التحرك الدولي ينتظر اتخاذ قرار من قبل بن عمر ومجلس الأمن حاول هل ما يحدث الآن هو مواصلة لإنقاذ ما نصت عليه اتفاقية مجلس التعاون القليل بالانتقال السياسي أم أن ما يحدث الآن هو نكوس ورجوع وانقلاب على اتفاقية مجلس التعاون الخليجي لأن مندوب أمريكي في مجلس الأمن أشر إلى أن ما حدث في أول يوم أحداث اليمن الأخيرة إلى أن ما يحدث هو عبارة عن عرقلة لعملية الانتقال السياسي وكلمة عرقلة الانتقال السياسي في اليمن كلمة نص عليها في واحد من القرارات الثلاثة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن اليمن والتي أعطت حق لمجلس الأمن في التصرف وفق البند السابع ضد كل من يعيق عملية الانتقال السياسي هذا الأمر إلى الآن مرهون بمدى ذهاب الحوثيين إلى عين هل سيدهب الحوثيين إلى آخر المطاف وسيستلبوا السلطة استلاما كاملا دون يافطات كما قال الأخ صالح يافطت الآخر الرئيس يافطت المجتمع الدولي يافطت بن عمر هم ظلوا يحافظوا على هذه الافطات الثلاثة مع أنهم قد استلموا كل أركان السلطة في حقيقة الأمر لو أرادوا أن يستلموا السلطة في صنعها بالكامل لحق لهم ذلك بكل بساطة لكنهم أرادوا الحفاظ على هذا هذا الدليل لأنه هناك في رؤية وطنية لديهم إما رؤية وطنية إما في نصائح إقليمية من وراء القوى الداعمة أنا لا أشكك بجهود الحوثيين وأنا أتمنى أن أعرف يقينا أن القوى الحوثية كانت قز أصيل من الثورة ضد نظام علي عبد الله صالح لا يعجبني الدقيقة واحدة فقط أخي العزيز صالح لا يعجبني فقط أن نتنصل نحن كجنوبين مما يحدث في اليمن ما يحدث في اليمن يعنينا كجنوبين وشماليين وشرقيين وغربيين لأن عندما تحسب مسألة السلطة في صنعها ستفرض هذه المظلة فيها على اليمن كله لن يستطيع أحد أن يتصور غير الخضوع للقوى النافذة في صنعها أو خيار آخر انفجار آخر في اليمن على شاكلة الانفجار الصومالي وهذا الأمر الذي أنا كنت أحدر منه طويلا وللأسف شديد بدأنا على عقاره نريد منك رأيي نساء صالحين هل ترى أن توافقا إيرانيا السعودية بالفعل حدث وتجلى في اليمن بأن السعودية تعتبر الإخوان ربما الخصم الأول وبالتالي يمكن أن تتوافق مع إيران في مسألة التعامل مع الحوثيين في هذه المرحلة حتى إقصاء الخصوم من الإخوان هل هذا ما ترى؟ بس قبل هذا أعطيني نصط غيره يعني الجنوبيين لم يتسولوا أحد الجنوبيين واقعين تحت الاحتلال ونحن لا نعتقد أن ياسين وزملاء اللي ذهبوا إلى صنعة سيأتولنا بشيء هذا أمر نحن فهمنا جيدا بالنسبة للموضوع الإيراني والسعودي أنا أظن أنه بعد موت الأمير سلطان وموت الأمير نايف لم تعد الإدارة الحالية في السعودية تعطي اليمن اهتمامها الكافي أنا أعتقد أنه الاتفاق بين إيران والسعودية هو اتفاق مجاملة من إيران للسعودية لا أقل ولا أكثر لكن الأحداث التي تجري على أرض الواقع هي أحداث مختلفة تماما عمليا وهذا حق مشروع للأخوان الحوثيين أنهم يتحالفوا مع إيران أصبحت إيران لاعب الأول والأساسي في اليمن كما هي في العراق كما هي في سوريا كما هي في لبنان وما على السعوديين إلا أن يعيدوا دراسة وتقييم خياراتهم باتجاه الأوضاع الناشئة الحالية أظن المشهد في اليمن غير مستقر ولن يستقر في القريب العاجل دكتور رياض هل مفاجأة ما حدث في اليمن والذي أدى إلى توقيع الاتفاق بسلطة الحسين على العاصمة صلى عامل أنه كان متوقعا وهذا يتبلور في ردات الفعل عليه حيث كان هناك نوع من الهدوء العربي وحتى التجاهل الدولي لما يجري فيه العاصمة اليمنية وكأنه شيئا لم يحدث كان طبعا الشيء هذا متوقع ولكن لم يكن المتوقع أن يتم الدخول بشكل مسلح ببعض الموقع الأساسية لأن الأمور كانت متتالية ابتداء من المعارك في دماج ثم في عمران إلى آخره ثم الاعتصامات في الطرقات إلى آخره فالمسألة ليست وليدة اللحظة والإنصار الله اشتركوا في الحوار الوطني كانت لهم مواقف متعددة تتناقض مع بقية المخرقات مرات وتتفق معها مرات أخرى وذلك عمر سياسي مشروع لكن هذا كان الخوف من انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباء انزلاق الأمور وعدم القدرة على السيطرة على الواقع الأرض ولذلك أنا أعيد الإشادة بحكمة الرئيس عبد الربو منصور في أنه استوعب الموقف واستوعب الأمور من كل قوانبها وتمكن من الصمور يعني هو يتحدث عن مؤامرة فارجية وداخلية أستاذ سبيل أرى لديك تعليقا على هذا الأمر أنا أقصد أنه أنا كنت قلت أربعة محاور وذكرت اثنين خطاب الأخ الرئيس وخطاب سيد عبد الملك الحوثي ولقاء جمال بن عمر اليوم على الجزيرة هذه المحاور الأربعة أو الأركان الأربعة التي ظهرت الآن بيّنت الصورة بأكثر وضوء في حقيقة الأمر لا يمكن أن يعقل أن يكون كلام زركاني في البرلمان الإيراني صحيح بأنه إيران قد وضعت يدها على الأربعة العواصم التاريخية الكبرى في المنطقة العربية والأطراف الأخرى السنية أو حتى الموالية لأمريكا والمعادية للموقف الإيراني تقف موقف الساكت وهل يعني هذا أن الأمر قد حسم لصالح قيادة أيت الله خميني للمنطقة الشرق الأوسط الكامل وسقوط كل المشاريع؟ أين الموقف الإسرائيلي من هذا التبدل؟ بعمق رؤية يتضح لنا أن الأمر لم يتشكل بعد وحالة الصراع لا زالت قائمة ومن الخطابات الأربعة التي أشرت إليها أولا الخطاب الحوثي عبد الملك بدأ بوضوح أنه قد فصل تماما بين الفساد والاستبداد وكان مركز في كلمة قال أننا سنكافح الفساد وسنمنع الفساد لكنه لم يتكلم عن الاستبداد إلا في آخر اللحظات وكأنه يريد أن يتفادأ الحديث عن مواقهة رأس الاستبداد السابق اللي هو علي عبدالله صالح وفي نفس الوقت لم يخفي السيد الحوثي في لغة خطابته وفي البودي لانجوج اللي كان يتكلم أنه يتكلم كقائد مكلف من قبل الله بقيادة هذه البلاد هكذا كان في تصوري رؤيته إننا سنعمل يدنا مفتوحة نحن سنقبل على الجميع أن يأتوا كان يتكلم بلغة الحاكم الأمر الناهي الرئيس بالنسبة له عبد الربو مصور بالنسبة للحوثي كان يأفطا فقط لعدم مواجهة الرأي العام جمال بن عمر أشر في الخطاب مع الجزيرة أنه نحن فوقينا صدمنا بحالة الانهيار الذي حصلت في المؤسسة العسكرية كنا نتفاول في صعدة وقلسنا القلسة الأولى ثلاث ساعة والثانية سبع ساعة لنتفق على هذه الورقة وبعد كذا فوقينا بما حدث هذه الكلمة أيضا كررت في كلمة الأخ رئيس الجمهورية كأن الحوثيين قد تمادوا أكثر من المتفق عليه أنا لا أقصد أن لقاء ضريفي وسعود الفيصل هو لقاء للتآمر لا هذا اللقاء كان لقاء الأنداد لأننا نعرف أن السعودية لا يمكن على الإطلاق أن تفرط بالحديقة الخلفية لليمن التي هي اليمن بالنسبة للسعودية لا يمكن أن تسكت عن هذا الأمر السعودية يبدو أنها سكتت لهدف معين مؤقت قد يكون تقليم أضافر لأخوان المسلمين أولا هدف من أهدافها لكن في نفس الوقت هي لا ترغب في تقليم أهداف أضافر لأخوان المسلمين إلى الحد الذي تتأوى مخالب الإيرانيين أو الشيئة في هذا المكان أستاذ رياض هل الحوثيون يستخدمون الرئيس اليوم كيافطة هو في سابق مثلا انتقد إيران أكثر من مرة وقال يجب أن لا تدخل في الشأن اليمني اليوم إيران هي أول من رحب بالتغيير الذي حصل في صنعه ومع ذلك الرئاسة تتعامل مع هذا الموقف ببرود حاليا طبعا من حق أي فصيل أن يستخدم أي فصيل آخر أو حتى الرئاسة أو كيافطة أو ما شابه ذلك ليست هنا المشكلة الحقيقية نحن نتكلم الآن عن وضع كان يمكن أن يؤدي إلى انهيار الكيان الدولة بالكامل وانهيار اليمن والدخول في معارك لا يمكن السيطرة عليها هذه هي المسألة الحقيقية الآن هناك كما ذكر الجميع هناك مؤامرة دولية هناك إعادة تخطيط للمنطقة هذا شيء معروف لكن ما يحصل على الأرض هو الذي يفرض الواقع الحقيقي هو الذي يتم البناء عليه المجتمع الدولي والمؤامرات الدولية والمصالح الإيرانية والمصالح السعودية والإقليمية كلها مبنية على ما يحصل على أرض الواقع لا يمكن لهذه المصالح أو الرغبات الإيرانية أو غيرها أن تختلق مشكلة من العدم مشكلتنا هي يمنية خالصة مية في المية والحل يمني في يم المية كل هذه الرعاية الدولية أعتقد هذه من حب اليمنيين في هذه الفترة العصيبة من حياة المنطقة كلها يجب أن نعرف كيف أن نستفيد من هذه الأمور بشكل عقلاني أما مسألة أن نحط اللوم سواء كان على أن هناك مؤامر دولية تحاك ضد اليمن أو أن هناك ونكتفي بذلك القدر أو نعتقد أن من استطاع السيطرة اليوم على شارعين أو معسكرين سيحل القضية القنوبية ومن استطاع أن يسيطر على مناطق معينة أو أن يدخل في خلاف مع جهة معينة لتقليم أضافر جهة معينة هو الذي سيحكم مستقبلاً وستكون له الرؤية أعتقد هذا هو أنت وصلنا اليوم في اليمن إلى وضع جديد أعتقد أنه لم نكن نتوقع أن نصيلي أنتهت سلطة القبيلة هل هذا ممكن أن يستطيع أن يكون المبني على الوضع العشائري والقبل أن تنتهي سلطة القبيلة فعلاً بين ليلة وضحاها؟ لا أدري كيف ينظر الأخ رياض للأمور وهو داخل صنعة ما حصل في صنعة هو صدمة حصلت صدمة بالداخل في الأقليم حتى لدى الدول في مجلس الأمن الدولي أنه كيف تمت السيطرة على صنعة بكل بساطة الآن نعتقد أنه سيتم امتصاص الصدمة الناس سيفيقوا بعد أسبوع بعد أسبوعين وكل الأضراف ستعيد ترتيب أوراقها والصراع الحقيقي هو الذي سيبدأ في الفترة القادمة طبعاً هناك قوات ضررت وهناك قوات أخرى مصالحها أضيرت وفي ناس رافضين الحوثي من أساسها على الاعتبار أنه بيعيد الملكية وكل هذه التفاعلات ستنتج صراعاً حاداً في المستقبل القريب أنا أظن في الأشهر القادمة سيكون الوضع مختلف هو الأخ رياض يتمنى ولحمن حق أي شخص أن يتمنى لكن الواقع في اليمن وواقع معقد جدا سمعنا معلومات أنه هناك في تفكير من قبل القوى المتطرفة في السيطرة على معسكرات للجيش في البيضة وفي مأرب وأشار الحوثي اليوم لهذا الموضوع كل الأضراف ستعيد ترتيب أوراقها والصراع الحقيقي أنا أظن أنه سيبدأ في القريب العاجل لكن برغم هذا كله لابد للعقلاء أن يفكروا وأن يكون لهم كلمة إذا ما حلت المشاكل الحقيقية في اليمن مشكلة السلطة مشكلة الجنوب مشكلة التوازن إذا ما حلت هذه الثلاث المشاكل لن يرى اليمن استقراراً ولا هدواناً هل يمكن لهذا الاتفاق أن يحل كل هذه المشاكل خاصة وإذا تحدثنا بأن أبن عمر يالي وقع الكثب الاتفاقات بالسابق ولم تصمد ما الذي يجعل هذا الاتفاق المرسي يصمد خاصة وإذا أخذنا البعد الدولي في هذه القضية نتحدث عن أن إيران طريح بما حدث في اليمن اليوم والسعودية على المستوى الرسمي ما زالت صامتة حول هذا الأمر ولكن يبدو أن شيئاً ما يحدث وما زال غامضاً بالنسبة للمتابعين في الحقيقة الشيء الذي سيجعل هذا الاتفاق قابل للتحقق معجزة إذا نزلت هذه المعجزة سيتحقق هذا الاتفاق لأن هذه المعجزة تشترط حالة من التوافق بين أعداء إقليميين حول الوضع في الداخل وأعداء داخليين حول الوضع الإقليمي والمناطقي حول الوضع القبلي والقهوي والطائفي في الداخل أقصد بهذا شرط أن يتوافق علي عبدالله صالح والحوثيين والحوثيين هم من قوة الثورة التي قامت ضد علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح يمثل قوة النظام السابق لكن أيضاً يشترط الأمر توافق دولي حول ما يحدث في اليمن وهذا الأمر إلى الآن أمريكا يبدو أنها تحاول صياغة رؤية واقع جديد في المنطقة لا ننسى أبداً أن ما يحدث في اليمن له ارتدادات مباشرة على ما يحدث في سوريا والعراق بالتحديد حالة الصرع القائمة الآن الحشود الدولية القائمة الآن لإعداد قوة لمكافحة المد التكفيري المد التكفيري الإسلامي في كل المنطقة العربية علاقة هذا بما يحدث في اليمن هل هذا الأمر سيتحقق أم لا هذا أيضاً مرهون بمدى قدرة أبناء اليمن على أن يلتقوا وفي حقيقة الأمر أنا أشك بأن لأبناء اليمن وأنا منهم القدرة على أن يلتقوا في هذا الظرف لأن في ظروف أحسن من هذه بكثير عجزوا عن أن يلتقوا الجنوب لا زال غير قادر على أن يلتقي كل يوم نرى تكتل وتقمعين داخل الجنوب الشمال عاجز عن أن يلتقي ويتفق الوسط عاجز عن أن يلتقي ويتفق للأسف الشديد كل الأمور تؤشر إلى حقيقة واحدة أن الحل الهائي سيأتي عبر القوى الإقليمية الراعية نحن في الجنوب متفقين على الهدف لكن الوسائل طبعاً تتعدد اتفاق القوى الإقليمية الولايات المتحدة وربما ما يعتبر التقارب الأمريكي الإيراني كان من ضمن ما وصف بأنه اتفاق بأنه يترك لإيران إدارة الشائل الشيعي في المنطقة ويمن هي من ضمن العواصم التي يعني إيران متنفذة فيها ما رأيك بهذا الكلام دكتور رياض في الحقيقة الأولى النظرة السوداوية هذه النظرة غير سياسية حقيقية لأنه دائماً هناك حل ومخرج والحوار الوطني الشامل الذي تم التحضير له في ستة أشهر رياض ياسم أعلمنا كيف نتكلم سياسة ليست نظرتنا السياسية ونظرته السياسية الوحيدة لا يمتلك أحد يا رياض سمع رياض سمعنا لا أحد لا أحد يمتلك الحقيقة لسنا أو أنبياء أو آلها لا يستطيع أحدنا أن يقول أنه صاحب الحقيقة أنا منذ البداية وأنا أحترم وجود الآخرين وأقول أن هذا رأيي وتصوري ولا أستطيع أن أقول أن هذه الرؤية السوداوية لن توصل أو لون تؤدي أو البدلة التي أنا لابسة تحدد لون فكرتي جماعة الخير نحن في وضع حرق جدا الوضع اليمني يسير نحو منزلق خطير لسنا في وارد النفاق لسنا في وارد الرياء ما يحدث الآن هو رياء ونفاق من أجل تحقيق مكاسب دنيوية آنية زائلة لكن اليمن يبدو أنه ساير نحو مشكلة عويصة جدا طيب سيد رياطك كم الفكرتك من فضلك طيب لو سمعت مؤتمر الحوار الوطني جمع كل القوى اليمنية واتفقوا على كثير من المبادئ الأساسية والتي على ضواها الآن يسير اليمن هذا واضح ولكن سؤالي كان يتعلق بالموقف الأمريكي حتى الآن هناك من يرى بأن أمريكا صامتة عما جرى في الإيمان لأن الحوثي بالنهاية يستهدف من هي ترغف استهدافهم يعني جامعة الإيمان السيد الزنتاني حزب الإصلاح أيضا فهناك مصلحة بالنسبة لهم بأن يستمر وأن يصل إلى ما وصل إليه الموقف الأمريكي موقف واضح وآخر اللقاءات التي قلت على التلفزيون من قبل الكثير من الأمريكيين يدركون تماما أن المسألة هي صراع على السلطة وصراع على التمكن والسيطرة على مناطق محددة في اليمن من أقل السلطة ليس أكثر من ذلك الشعارات التي ترفع سواء كانت الموت لأمريكا أو غيرها ليست ذاتي بال والقميع يدرك أنها مقرد شعارات ليست ذات حقيقة الموقف الأمريكي هو موقف برغماتي واضح إذا ما اتفق اليمنيون على السير على الحوار الوطني وعلى مخرقاته فهم سيما يدعمونه إذا اتفق اليمنيون على اتقاه السلم واتقاه التفاهم والشراكة في السلطة فهم معاه إذا اتفق اليمنيون على أن يتقاتلوا فسيتركوهم يتقاتلوا هذا هو الموقف الدولي العام لا نحمل أخطاءنا ومشاكلنا على الآخرين المسكلة يمنية فيها بالمئة وحلها يمن نترك الحوار هنا شكرا لك دكتور رياض ياسين عضو لجنة الحوار الوطني تحدث لنا من العاصمة اليمانية صنعك أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ صالح الجابواني والدكتور سمير الشيباني الصحفي والمحلل السياسي اليمني وشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة